احنا داخلين على عيد وفي عيد الأسف في زهيوة كتير بتنتشر بصورة رهيبة هي زهيوة التحوش علشان كده هنحاول نعرفكم ازاي من خلال المغايلات اللي معاكم مهما كانت امكانياتها انك تستخدمها في التصدير للزهيوة دي وكمان ازاي اقدر انشر الحاجات اللي انا بصواها او لنا بعرفها عن المتحوشين على مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب وانت نازل في العيد للأسف هتشوف حالات تحوش كتير سواء ازاي كنت ولد او بنت طبعا البنت هي العامل وقعيسي في التحوش لان هي اللي بتحوش بيها لكن كمان الولد عليها عامل كبير قوي لذا هو ممكن يتصدق لحالات التحوش دي انا لو شفتي قدامي حال التحوش وهم عدد كبير من الناس قادر ازاي تعمل مع موقف ده دي منتهى البساطة سواء او ولد او بنت لو لو بنت كمان حد بيتحوش بيها ممكن وهي ماشية تعمل حركة بسيطة جدا تعرف من المتحوش ده وتاخد صوته من غير ما ياخد باله خاص بطريقة بسيطة جدا لان انا بالموبايل اللي معي هقدر افتح الموبايل وشغل اكيني بتكلم بالتلفون بس كل اللي عاملونا هشغل الكاميرا وحطها على ودي واعمل نفس اكيني بتكلم وهشوف المتحوش فين وهيرف كده عليه وهو الاضيف كذا 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 وهو بيصور فيديو في برضو حاجة تانية في ناس بتنزل معاك كامال بوفيشنا لان الكمالات اللي بوقت انتشرت بطريقة الديها فلو انا معاك كامال بوفيشنا لو عايز اصور حالة تحوشه بتاهي قدامي ايه اللي هعملوه وبنتاعة البساطة بعلق الكاميرا على سدري او باخد كدوايد المكان اللي في حالة تحوشه من غير ما ياخد بال من غير المتحوشين ما ياخدوا بالهم من الكاما او مني اللي انا بصورهم بعد كده بعمل كوب بالسورة واخد بس وش المتحوش وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه هستخدم بقى السورة ازاي في التفاعل مع متحوش او في القفض على متحوش في ايه اشهر هاشتاج انا ممكن اشتغل عليها في التحوش عند هاشتاج ايه امسك متحوش وعند هاشتاج مش سكتة مش سكتة دوت بنستخدمه للبنات اللي هي حصل معاها مواقف تحوش وبتقدر تتكلم ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش منه انها تتكلم عن حالة التحوش اللي حصلت لها فبننشر يوتيوب او قصة بتاعتها او تويتات عنها يوفع السوق على الفيسبوك او على تويتر اي موقع من مواقع توصف الاجتماعي وبيكتب ايه اللي حصل بالضبط وايه اللي شايفه بقى كلمة امسك متحرش وهنا بالتالي في مواقع بيتجمع الداتا ديت من خلال البحث على الهاشتاج دوت وبيتحطها في حاجة اسمها خريطة المتحرشين خريطة المتحرشين دي موجودة فين موجودة على موقع اسمه هواس ماب دوت اوك هواس ماب دوت اوك دوت اوك دوت اشهر موقع موجود عندنا في مصر اشهر موقع بيجمع الداتا عن المتحرشين وبيحطها في مكان واحد علشان نقدر نوصل لايه متحرش في اي مكان يعني مثلا من خلال خريطة المتحرشين اللي موجودة على هواس ماب دوت اوك بنشوف المكان مثلا حصل عملية التحوش في وسط البلد بندخل على وسط البلد مثلا في شارع طلت حب بندخل على شارع طلت حب بنحط السوقة بتاعتنا وبنكتب البيانات اللي حصل فيها والساعة اللي حصلت فيها وهنا حصل عملية التحوش اشتركوا في القناة